أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون واليوم إن شاء الله نحن سنستمر في دورة المعلمين طيب سنتكلم اليوم إن شاء الله عن المهارات اللغوية كلمة مهارات جمع ومفردها مهارة تم حتى تفهم المهارات اللغوية لابد أن تعرف أولا كيف نحصل على المعلومات وكيف نوصل المعلومات للآخرين نحن نحصل على المعلومات عن طريق السمع وآسف اللهم إني صائم عن طريق السمع والبصر تمام؟ عن طريق السمع والبصر ونوصل المعلومات للآخرين عن طريق اللسان أو الكلام والكتابة تمام؟ الآن إن لم يكن هذا الشخص ماهرا في الاستماع ومتعودا عليه فلن يفهم ما يقوله الآخرون وبذلك لن يحصل على معلومات كاملة طبعا أنا أتكلم عن الشخص الأعجمي يعني غير العربي تمام؟ وإن لم يكن هذا الشخص ماهرا في القراءة يعني عن طريق البصر فلن يحصل على المعلومات لماذا؟ لأنه لن يفهم ما يقرأه لم يمارس ولم يتعود كذلك إن لم يكن الشخص ماهرا في الكلام بالعربية وفي الكتابة بالعربية فلن يستطيع أن يوصل المعلومات إلى الآخرين هذه هي المهارة مهارة استقبال للمعلومات ومهارة إرسال أو تبليغ للمعلومات السر والمفتاح لهذه المهارة هو الممارسة هو الممارسة فقط يعني لا بد أن تستمع كثيرا وتقرأ كثيرا حتى تتعود على استقبال المعلومات تمام الممارسة معقول ماذا ستمارس؟ يعني مثلا أنت تريد أن تمارس قيادة السيارة فلابد أن توجد سيارة تريد أن تمارس ركوب الدراجة فلابد أن توجد دراجة هذا صحيح والآن أنت تريد أن تمارس اللغة فما المادة؟ آه هذه المادة نسميها في علم التربية العناصر اللغوية ما اسمها؟ العناصر اللغوية يعني هي الأشياء التي تساعدك حتى تكون ماهرا في اللغة تساعدك تساعدك مثل ماذا؟ مثل المفردات مثل الأفعال مثل تعلم الأصوات والتجويد مثلا علم الأصوات القواعد نعم القواعد النحو والصرف آه التراكيب أيضا التراكيب يعني القواعد السهلة في رموز هذه كلها اسمها عناصر لغوية مساعدة للمهارة اللغوية فالآن نحن نفهم أن لدينا مثلا فقرة أو لدينا محادثة هذه المحادثة التي سنمارسها هي أصلا مفردات وأفعال وقواعد وتراكيب صحيح وأصوات أيضا آه هذه اسمها عناصر عناصر تجمعت في محادثة أو تجمعت في فقرة ونحن سنمارسها إذن الآن أنت عرفت جواب سؤالك أنا تعلمت النحو والصرف مثلا لوقت طويل خمس سنوات أو عشر سنوات وحتى الآن لا أستطيع أن أتكلم الجواب لأنك تعلمت النحو والصرف لهدفه بنفسه وليس ليساعد المهارة يعني لم تتعلمه في محادثة أو في فقرة لتتكلم كلاما صحيحا وكذلك تقول أنا أحفظ مفردات كثيرة جدا وأفعالا كثيرة أحيانا أحفظ قاموس أحفظ قاموسا الكلمة وترجمتها الفعل وترجمته ولكنني لا أستطيع أن أتكلم اللغة العربية الجواب لأنك حفظت مفردات بنفسها وجعلتها هدفا بنفسها ولم تحفظها في فقرة أو في حوار كامل لذلك ستنساها بسرعة ولن تستطيع أن تتكلم أو تفهم المسموع أو تقرأ أو تكتب جيدا فما فعلته اسمه تعلم عن اللغة عن اللغة وليس تعلما للغة نفسها تمام إن شاء الله إذن هذه هي المهارات اللغوية والعناصر اللغوية وبالنسبة لكيف نتعلم كل مهارة وكل عنصر بنفسه إن شاء الله سيكون حديثنا عنه في اللقاءات القادمة شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله عرب بودكاست تكلمة العربية موسيقى 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 موسيقى